مرحبا بكم من جديد ونبدأ كما تعودنا بالأخبار تستعد وزارة السياحة والأصار لإقامة احتفالية كبرى في 9 و10 من شهر ديسمبر القادم للترويج السياحي بمنطقة سانت كاترين وذلك بعد النجاح الكبير لحفل نقل المميات الملكية من المتحف المصري بالتحرير في إبريل الماضي إلى المتحف القومي للحضارة وافتتاح طريق الكباش بالأسر لإبراز قدسية الموقع وقيمته الروحية والأثرية والسياحية والبيئية كأحد مواقع التراث العالمي وأحد المحميلات الطبيعية وعقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأصار اجتماعا مع ممثل الشركة المنفذة للفيلم السياحي والترويجي لموقع سانت كاترين ومقرجة الفيلم لمتابعة تنفيذ الفيلم الترويجي عن موقع سانت كاترين أحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي ما زلنا في الطريق ما زلنا في الطريق للترويج لسياحة حتى نظهر للعالم مدى وقيمة السياحة المصرية شفنا طريق الكباش وما حدث وتشريف السيد الرئيس للافتتاح وكما تحدثنا قبل ذلك أن طريق الكباش الذي يربط بين معبد الكرنك ومعبد الأصر بمسافة 2 كيلو 700 متر على جانبيه المنبيات كما نعلم بشكل إنسان أو شكل كباش والكباش طريق أو دلالة على الخصوبة هذا الطريق الذي أظهر للعالم كله وتحدث عنه العالم أجمع عن مدى قوة مصر الأمنية مبدئيا حتى تعيد للسياحة مركزها من جديد ثم بعد ذلك رأينا أو رأينا قبل ذلك في إبريل الماضي أيضا نقل المنبيات وكان احتفال عالمي شهد له العالم أيضا واليوم أو في تسعة وعشر القادم نتحرك إلى مكان جديد سانتي كاتري خبر البعد طيب قبل ما ناخد الخبر الثاني نرحب معنا لسيس خالد عليان مدير عام أصار جنوب سيناء أهلا من حضراتك لسيس خالد أهلا من حضراتك لسيس خالد طيب عودة الاتصال تانية من لسيس خالد ما زلنا في سياحة حتى من نسمها لسيس خالد وقلنا إن فعلا إحنا خدنا الطريق وزي ما تحدثنا قبل ذلك أن الطريق فعلا صعب وليس سهل لكن بدأت الحكومة فعلا في تمهيل الطرق وغيرها 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 من الطرق السياحة وبدأ الآن الترويج للسياحة التي كنا نفتقدها قبل ذلك كنا قبل كده لا نورايووج للسياحة عندنا سواء من وزارة أو من الاتحاد أو من الغرف السياحية أو غيرها يعني الآن بدأ فعلا الطريق وشفنا زي ما عملنا في إبريل الماضي وطريق الكباش والآن سانتي كاتري طيب عندما نسمع الفيس خالد ناخد الخبر الثاني استقبل أحمد أبو الغيط الأمين عام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد الدكتورة سيمة بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمسواة بين الجنسين على هامس زيارتها إلى القاهرة وهنأ الأمين العام الدكتورة سيمة بحوث بمناسبة توليها هذا المنصب ألهام منذ فترة وجيزة متمنيا لها التوفيق والنجاح في أداء مهمتها وأشهد الأمين العام بالتعاون المثمر والدعم الذي تقدمه الهيئة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمشاريع المشتركة بين الجانبين مشيرا إلى أهمية المنطقة العربية فيما يتعلق بموضوعات المرأة عموما حيث يتعاون الجانبان في تنفيذ عدد من الأنشطة كمشروع المرأة والأمن والسلام والشبكة العربية للنساء وسيطات السلام فضلا عن الاحتفال بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وهو ما عربت الدكتورة بخوصة عن اتفاقها معها يمكن في الخبر ده تجامعة الدول العربية وسيد أحمد أبو الغيط وفعلا ليست يمكن النقطة التي تحدث فيها المساواة بين الجنسيين في حقوق كل منهما سواء المرأة أو الرجل ونعلم جميعا أو كلنا يعلم أننا في الدول العربية والإسلام مبدئيا أنه أعطى المرأة حقوها كاملة لم تكرم المرأة على مدار التاريخ ولا على أي الأزمنة إلا في ظل الإسلام ورأينا في التاريخ الإسلامي لو نعرف في التاريخ الإسلامي فعلا أن فيه هنا أو هناك أيضا أن المرأة تأخذ حقوقها كاملة وأن ما يقال عن المرأة سواء في الدول العربية أو في مصر أو عن الإسلام فكله مغرض حتى تشويه صورة المرأة نأتي نظم نعم أيضا طيب نطلع فاصل ثم نعود إليكم من جديد مرحبا بكم من جديد في برنامجنا مائدة الحوار ومازلنا في الأخبار نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالشراكة مع يونسيف فعالية تثقيفية مبهجة للأطفال في إحدى المدن الترفيهية بالقاهرة بتمويل من مكتب سكان السكان واللاجئين والهجرة للولايات المتحدة وشاركت في الفعالية الفنانة دنيا سمير غانم سفيرة نوال حسنة لليونسيف في مصر وتأتي هذه المناسبة في إثار الاحتفال بليوم العالمي والوطني للطفل الذي يتوافق أيضا مع تاريخ التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في نوفمبر 1989 وشارك في الاحتفالية ما يقرب من سلسماء الطفل من المصريين واللاجئين والمهاجرين تمام واستمتع الأطفال بنشاطات تعزي الإدماج بينهم على اختلاف خلفياتهم وانتماءاتهم وتراوحة عمار الأطفال المشاركين ما بين الخامسة والرابعة عشر الخبر الأولين اللي اتكلمنا عنه اللي هي وزارة السياحة معنا السيد خالد عليان أهلا وسهلا مدير عام أسار جنوب سيناء أهلا وسهلا السيد خالد أهلا وسهلا السيد خالد اللي موجودة ليش موجودة في العالم كله كما نعلم لكن كنا نفتقد فعلا أن احنا إزاي نروج لها وبدأت بتوجهات سيد الرئيس وحضوره أيضا في طريق الكباش وأيضا نقل الممليات في أبريل الماضي وحاليا دلوقتي في تسعة وعشرة اللي هو سنة كاترين حضرك شايف أن الحدث ده هيقدم جديد لمصر حضرك يا ريت تبعي عن التلفزيون شوية بعد إذنك عشان نسمعك عايزين نسمعك بعد إذنك طبع عشان نسمعك أو ما كان يكون في شبكة بعد إذنك ما حضرتك تفضل بلوقتي إذن احتفالات نحن اقتصادان على حاليا دلوقتي تي حارفناها احتفالات منتقى الأديان الثلاثة السماوية ذهي إذن التوراة والديدين والإسلام بالنسبة ليه التوراة طبعا موصلة عندنا في موقع ساند كاترين فيه عندنا جبل موسى وفيه عندنا شغلة العميقة المتحدة وكذلك الوادي المخطس طوى هذه حاجات تمثي الديانة اللي علينا بالنسبة للديانة المسيحية طبعا موجودة عندنا ديل ساند كاترين متأكبر نساء واضح للديانة المسيحية بالنسبة للإسلام داخل ديل ساند كاترين فيه عندنا جامع جامع فاطني والجامع دورت تاريخه بيرجع من خليفة الآمن لإحكام المسيحة الفاطينية وإذن خدنا نظر نعرف ان الجامع دورت تاريخه بيرجع من الفترة دورت خليفة الآمن فيه نص تأسيسي موجود على كرس الشرادان منخص الكتابة اللي موجود على كرس الشرادان دي بإنشاء هذا المسجد الورد الأمير المشتكين الأميري سات خمسمائة للهجرة بعدين يكمل كمان كلماتك موجودة على الكرس الشرادان دور النوع آس إنه هو أمر ضدنا مسجد باخد ديل ساند كاترين وأعلى كل جبل موسى وبدأ جامع في مبيد رايفو وهي سويا حاليا من مبيد سطوع وكذلك جامع أسفل ودي فران وأعلى ودي فران حضراتك والسخيات إحنا كده أخذين التاريخ كاملا سواء بجميع الديانات وإن إحنا بيقول للعالم كله إن إحنا لا تفرق بنادينات ومتحدث عنها سواء المسيحية أو اليهودية أو الإسلام فالإسلام يجبه ما قبله جميعا يجبه ما قبله حتى الأحداث الموجودة للمسيحية أو غيرها سيدنا موسى طبعا كلنا هو نبي وأيضا بالنسبة لنا نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء سيدنا محمد أيضا عايزين نشوف الحدث حضرتك اللي موجود حاليا دلوقتي يعني زي ما أنت بحضرتك بتتكلم يعني سيناء وهي أرض الفيروس وسيناء الليها وضعها العام سواء بالضطرة أو زي ما أنت بحضرتك بتتكلم أو بتتكلم طريق المقدس أو الأصار الإسلامية يعني أي المحميات الموجودة فيها أو أي جديد السيد خالد تقريبا الاتصال فصل نشكر السيد خالد على الاتصال نشكرك كنا نعزين نسمع أكثر ونخرج فاصل ثم نعود مرة أخرى فاصل ثم نعود مرحبا بكم من جديد في برنامان أو مائلة الحوار ما زلنا نتحدث عن الأخبار الهامة والتي تسعى مصر إليها سواء في السياحة أو غيرها لتقدم حتى نكون الجمهورية الجديدة كمان على تلقى اللواء محمود شعرول وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات حتى الآن خلال تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 ستمبر الماضي وذلك في إطار تنفيذ توجهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض حيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس الشريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية المشروعات والاستراتيجية وأشار شعراوي في بيان اليوم إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت في المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتي بدأت في 6 نوفمبر الجاري في استرداد حوالي 7519 فدان زراعة بعد إزالة 2874 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وإزالة 10352 مبنى مخالف على مساحة واحد وتمانية من عشر مليون متر مربع